اهلا اعزائي المشاهدين قال يسوع لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنزير فاذا الخنزير لا تميز ولا تعرف قيمة اللقالة ولا تقدر قيمتها بل تدوسها بأرجلها وهكذا الكلاب المتوحشة الكلاب الضالة بتميزش بين لحم المقدس وبين اللحم اللي بتتهافت عليه في الشوارع بتعطيها بتعد حتى ايدك بتحاول تتمزق وانا عندي قصص كتير مع الكلاب اكتر من 8 مرات هجموا علي كلاب وتعضيت فبعرف شو هي الكلاب الضالة او المتوحشة بهمهاش شو بتقدم لها فاذا في ناس شو ما بتحاول تعطيها تعليم قيمة جواهر قيمة من كلمة الله عم تحتقر مش عاوزة تتعلم مش عاوزة اي اصلاح لمن يقدم لها النصيحة المهمة يصل فيهم الوضع الى حد لا يستطيع الاصلاح واصابهم المثل الصادق كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الحمقى يعني الكلب بيكون جعان كتير كتير ما فيه الشيء بيرجع لأصله بيرجع للشيء اللي استفرغه وتقيقه من تمه والخنزيرة مهما تغسلها وتنظفها راح ترجع للوحل وين كانت موجودة وهذا احبائي كثير من الناس الذين يدوسون التعليم الصحيح الصالح ويمزقون سمعة المعلمين الصالحين الطيبين وطبعا بيرفضوا العلاج وبيحتقروا كل الامور اللي فيها قيمة روحية وبيصخروا منها احبائي المسيحون بيتكلم عن النقد الحكيم النقد المميز النقد المتزن المتعقل بيتكلم عن درر وبيتكلم عن أقداس يقول كتاب قرطن من ذهب وحلي من إبريز الموبخ الحكيم لأذن سامعة اسمع المشورة وقبل التأديب لكي تكون حكيم في آخرتك هذا النوع من النقد هو نقد للبناء طبعا نقد حكيم لأنه بيتكلم عن أقداس وبيتكلم عن درر وبتعرفوا اللي بيحب يسمع مثل شجرة حياة يقول الكتاب المقدس زيت للرأس بلسم شفاء كلام جميل بتعرف اللي الشافي في عمق وحياة الإنسان تعرفوا أحبائي تاريخيا الكنيسة كانت تعلم في الدداكة اللي هو تعليم الرسول استخدمت هذه الآية لغير المعتمدين أنه ممنوع ياخده من مائدة الرب يتناول الخبز والخمر والبعض يقول لا تعطي القدس للغرباء يعني اللي ربما لربما يستهزئون به طبعا هذا مناقض لأنه المسيح قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وفي ناس اللي كانت تتقاوم مثل شول الترصوصة والرب لمسوا وغيروا وهكذا كتير من المشاهدين اللي اتغيرت حياتهم كانوا قبلا أعداء ومستهزئين ومحتقرون لكلام الله لكن اليوم أمناء بحبوا الرب لكن في نوعية من الناس تحب أن تسمع النفاق الكلام اللي بريحها من أنه تسمع مثلا كلام نقد بعلمها ولما بتقدم مثلا نصيحة أو بتقدم نقد بناء بتصير تتجنبك ابعد عني وبتصير تتحيدك تتفاداك طبعا وإذا بتقدم نصيحة صادقة من قلبك بتصير تشتمك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر